خلافاً للكطاعات الإنتاجية الأخرى التي تأثرت بالأزمات الحالية قطاع التأمين شهد نمواً بلغ نحو 4% سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع يسجل النمو نفسه خلال العام 2016 شركة تأمين السوق ككل كان بين 3% و4% وكان مستقر نوعاً ما وما تأثر بالحالة الاقتصادية الموجودة والسياسية بالـ 2016 سيكون لدينا نمو نمو بـ 4% ونمو 4% بأقصاد تأمين مبتئية مليار ونص دولار موزع على كل الفروع وحسب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار فإن فروع التأمين التي تأتي في المقدمة هي التأمين على الحياة أول فرع هو التأمين الحياة بزيادة 7% فرع التأمين الاستشفاء بزيادة 4% فرع التأمين السيارات بزيادة 3% أما بالنسبة للتأمين البحري هو تراجع شوي لأنه ما بقى فيه ترانزيت بين لبنان والبلاد العربية عدد تحديات وخطط أمام شركات التأمين في لبنان لخاصها زكار بما يليه في عنا تحدي تحسين صورة شركات التأمين تحتها بالاقتصاد اللبناني ويلي هو بمثل أحد الأعمدة الاثنين مع البنوكة إعادة إعمار البلاد العربية بكيمة منين تريليون دولار أو ألفين مليون دولار ألفين مليار دولار في عنا إيجاد أسوأ خارجية جديدة بالأخص أفريقيا حيث 20% من الشركات الكبار بأفريقيا و40% من الشركات الصغار هن بين أياد المغتربين اللبنانيين عنا تحدي تأمين النفط والغاز بلنا نشجع شركات تأمين يندمجوا حتى يكون عنا مؤسسات أقوى هذا ويبلغ عدد شركات تأمين في لبنان 49 شركة كالحسناعة التأمين هي مألفة من وسطة ووكلة وأكيد العدد أكبر بكتير من الأربع تلاف يلي هنم موصفين بالشركات قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان إلا أنه واحد من القطاعات التي لم تتأثر بالأزمات الحالية وهذه القطاعات يأتي في مقدمتها المصارف والمرفأ فرفا شكرا